بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيد حبيب في بداية الحلقة اعتذر لحضراتكم على التأخير الغير مقصود ولكن عشان حلقة النهاردة بعنوان كبير اوي 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 وهنتكلم عن ناس مهمة اوي وناس اساس في المجتمع وناس احنا بسببهم قاعدين في المكان دوت ولولا التربية اللي هم ربهنة والتعليم اللي هو علمهنة المدرسين المدرسين احنا ما كناش في المكان دوت هنتكلم عن التعليم والمدرسين ومشكلة المدرسين والظهر ان مشكلة المدرسين ديت مشكلة كبيرة جدا جدا واول اسباب جات عند المدرسين ان احنا بنطلع لها وسهة 11 تلعنى 11 ونص فظهر ان دي مش مشكلة بس خاصة بالمدرسين الزهر مشكلة عامة وظهر مشكلة وصلت كمان للاجهزة ووصلت للدنيا كلها فما استحملتش فاتأخرنا شوية النهاردة بنعتزن عن التأخير المدرس والطالب وولي الامر قصة كبيرة جدا وقصة كتير بنسمعها ولي الامر بيقولك انا تعبان المدرس واخد اغلبية فلوسي كل الفلوس ضيع على المدرسين وضيع على الدروس والمدرس بيقولك انا تعبان قبضي قليل مش عارف اعيش اعيش ازاي اكفيني وانا بطل دروس اديني راتب كويس وانا بطل دروس انا باخد النهاردة راتب قليل جدا 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 اعيش ازاي انت مبتشوفش كهرباء بكام مية بكام غاز بكام اجارات بكام مصاريف عيالي وانا كمان عندي عيال بيتعلمه اجيب منين بين الظالم والمظلوم مين الظالم ومين المظلوم وليه الامر ولا المدرس ولا الاثنين مظلومين هنطلع لفاصل وما تروحوش بعيد انتظروني عشان الحلقة النهاردة مهمة جدا 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 فانتظروني وارجع للكم مرة تانية وطبعا احنا بنتكلم النهاردة عن قامة كبيرة جدا 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 ما فيش حد في العالم يقدر يديها قدرها او يديها مكانتها وهي مكانة المعلم المعلم اللي طلع كل الاجيال طلع الطبيب والقاضي والمحامي كل الفئات اللي موجودة في المجتمع من المثقفين من المتعلمين من وزراء من الرؤساء كله تحت ايد المعلم المعلم قيمة كبيرة جدا جدا له قدر وله وزن كم للمعلم انا حابب ان انا النهاردة اقدم كل التحية وكل التقدير لكل معلم على مستوى العالم عامة وعلى مستوى جمهورية مصر العربية خاصة شكرا لكل معلم كل التحية وكل التقدير على جهدكم تقدير مش تقدير مالي لا ده تقدير كتير معنوي احترام مكانة كبيرة ولكن المعلم النهاردة عنده وجيعة عنده شكوى واحنا في مجتمع الحريات ودولة الحريات والنهاردة لازم نتكلم مع بعض ونحكي ونسمع بعض مش عاوزين نتعامل مع بعض بالسياسة البركان نفضل النهاردة مكتومين بداخلنا والغز بداخلنا والغل بداخلنا ويطلع اي عميل مالوش اي قيمة مالوش اي لازمة يعمل يخلي البركان دوت ينفاجر عمره ما ينفاجر لان احنا بنحب بلدنا وبنحب دولتنا وبنحب القيادة وبنحب جيشنا ولازم نسمع بعض ونحكي مع بعض ونتحاكي مع بعض ونسمع وجيع بعض المدرس السادة المشاهدين عنده وجيعة وعنده شكوى عاوز النهاردة يتراح على المجتمع ويتراح للسادة المشاهدين هنطلع لتقرير نسمع فيه كلام شكاوى بعض المدرسين من امور معينة وهنرجع لكو تاني فانتظروني رجعنا لكم مرة تانية واكيد سمعنا التقرير طبعا الناس عملها كنت بسمع كلام كتير بيتدول في الشارع يقول لك يا عم ده المدرسين ده الوكلين هولعة ده معهم فلوس قد كده والمدرس بيشتكي مش عارفين الموضوع فين ارقامنا موجودة على الشاشة نرجو ليبقى فيه مدخلات عشان نسمع من اولا الامور نسمع من المدرسين نسمع من كل الناس رأيكو ايه في الحلقة دي اتو ايه رأيك في اللي ما بيدور من خلال التقرير اللي اسمعتوا النهاردة من المدرسين النهاردة ناسب على ست سنين ست سنوات النهاردة لسه ما تثبتتش بيقبض النهاردة مكافئاته وبياخد قبضه على الفين واربعتاشر والعقوبات بتاعته على عشرين عشرين فالكل بيشتكي الكل النهاردة بيتكلم احنا النهاردة في الحرية وبنتكلم بنسمع بعد السيد احمد بشاند من البراجيل ازا حضرتك السيد احمد ازا الصحة ايه الاخبار يا سيد احمد كله تماما الحمد لله دكتور منور الدنيا والله الله يخليه اكيد سمعت التقرير وسمعت بعض المدرسين اللي هم اصحاب الفضل علينا واللي احنا بسببهم موجودين في هذا المكان فانت ايه رؤيت حضرتك في الكلام اللي حضرك سمعته حضرتك قلت الظالم المظلوم فهو المظلوم اولياء الهم المدرس بياخد 1400 جنيه دكتور ومش عارف يعيش بيهم فبيعود من السنتر وبيعود من التروس الخاصصية وكلام دكول طيب وليه الامر هيعود منين لما هو موظف بياخد مرتبه 1300 جنيه او 1000 جنيه ما بيضع مية وغاز وصرف صحي ومواصلات تربية اولاده وكلام دكول ما فيش غير مرتبه اللي بيجيه هيعود منين ده عبء كبير جدا على وليه الامر فهو وليه الامر هو المظلوم طيب انت شايف ايه الحل في وجهة نظرك النهاردة انا شايف ان كل واحد يراهي ضميره وان هو يعمل بما يرد الله تمام اه تعديل الكادر الوظيفي كادر المعلمين اه تزويد مرتباتهم او تعيينهم ليه يمنع السناتر وحضرتك قدرة وعالف ده كله السنتر دلوقتي بتروح 9-10 جنيه للسنتر 9-5 جنيه مش عارف للكورسي والملزمة دلوقتي تكون اساسية لازم الملزمة ياخدها الطالب لغير الساعة اللي هو بيستح طيب نعمل ايه؟ فحضرتك لازم تنقول ان احنا نعدل المرتبات بتاع المدرسين ندينهم حقوقهم ونمنع دلوقتي ما فيش طالب بيبقى كويس او ناجح علشان عارف ان هو لما بياخد في السنتر هيعد من الامتحات حبي بسأل حضرتك سؤال شايف المدرس بعد التارير ده ظالم ولا مظلوم؟ لا هو لو هو بيحصل على الـ 1400 وما بيحصلش على اي مبالغ خارجية فهو مظلوم انا بشكر حضرتك على المداخلة دية واكيد النهاردة الـ 1400 جنيه اللي بياخدهم المدرس لو هو النهاردة بياخد راتب محترم راتب كويس اكيد احنا نقدر نحاسبه لان النهاردة الـ 1400 جنيه انت النهاردة تكلمت وقلت هيدفع غاز منين؟ هيكل وشرب منين؟ والمصيبة الكبرى لو كان كمان هو ساكن هيدفع الأجرة منين؟ النهاردة قال لي أجرة النهاردة سكنية كام فاحنا النهاردة دي قضية احنا بنترح قدام المجتمع المدرس النهاردة بيقولك انا مش وكيلها ولا ولا حاجة او انت ظلمني انا بلجأ النهاردة للسناتر وبلجأ النهاردة للدروس الخاصة احنا ارقامنا موجودة على الشاشة ونرجو ان احنا نتواصل مع بعضنا عشان احنا عايزين نحكي مع بعضنا ونسمع ونشوف لان دي قضية النهاردة قضيتنا كلنا المدرس النهاردة صاحب فضل علينا ومعانا اللي ساز محمد من الشريعة برحب بحضرتك ازايك او ساز محمد الحمد لله يا فندم ممكن اسأل حضرك سؤال حضرك شغال يا فندم شغال محاسب محاسب تمام حضرتك اكيد سمعت التقرير وسمعت شكوى بعض المدرسين معايا شايف رؤيت حضرتك يا فندم فضل دلوقتي احنا انت بتعالك مشكلة بتعاد المدرسين دلوقتي فيه مدرسين اصلا غير مقاحلين انهم يدرسوا غير يا فندم غير مقاحلين انهم يدرسوا تمام عايزين تقييم وعداد للمدرس الاول وبعد كان عنيش مشكلهم طيب ليه فئة كبيرة جدا من المدرسين بعيدا استاذ محمد استاذ محمد بعيدا عن التقييم او بعيدا عن بنتكلم النهاردة عن اسلوب معيشة ومغالاة الحياة وبنتكلم النهاردة الحياة عاملة ازاي انت شايف النهاردة كمدرس بياخد 1400 جنيه انت شايف انه امه النهاردة كفيل لي حتى لو كان مدرس النهاردة انت شايف النهاردة فيه مدرس منهم يعني على يعني راجل خبير في التدريس بيقولك انا مدرس اول شايف النهاردة يعني اكيد مؤهل وطلع من تحت ايده طلاب كدير شايف النهاردة 1400 جنيه كافين النهاردة لمصاريف بيته 1400 جنيه كافين المصاريف الشخصية مش مصاريف بيته تمام طب انا لو حبيت اسأل حضرك سأقوله اسم محمد المدرس بهذا التقرير وبالشكوى اللي بيشتكيها ظالم ولا مظلوم والله مش كل الفئات فيهم تمام في منهم بتاع بظهر ما في داره وزوعة في فيها منهم انا عارب بتاع منهم بتدرت بألفين جنيه خصوصي وحيات زي كده برضو اكيد انا بشكر حضرك اسم محمد على مدخلة حضرتك الاستاذ محمد اتكلم برضو في حاجة جزئية مهمة جدا وقت تأهيل هل المدرس النهاردة في مرحلة تأهيل احنا انه نهاردة من دارش دي جزئية عايزة نتكلم فيها مع خبراء ان شاء الله انا بنجيبها ده كترة متخصصين ايه هي صفات المدرس ايه هي المعيير القياسية اللي مفروض تكون موجودة عند المدرس او صفات المدرس بالنسبة واكيد بيبقى في المدرس الخاصة كتير جدا انا شفت الكلام دوت في بعض المدرس لما بيجي اي مدرس او مدرسة بيحصل ليه اختبار فاكيد هو ما بيمر باختبارات والوزارة اكيد منوطة بهذا الامر ولكن احنا النهاردة بنترح قضية مهمة جدا والاركامنا موجودة على الشاشة ازاي النهاردة 1400 جنيه النهاردة يعيشه اسرة مع العلم ان المدرس دوت برضو عنده اولاد يعني عنده اولاد الاستاذ محمد من السويس برحب بحضرتك او استاذ محمد استاذ محمد من السويس ايه برحب بحضرتك او استاذ محمد او مرحب بجفن اكيد حضرتك شغالي او استاذ محمد الاول انا ارزائي على باب الله اقول لنا ارزائي على باب الله يا عم محمد يارب بديك الصحة استاذ محمد اكيد سمعت شكوة بعض المدرسين في الراتب القليل وكده شايف رؤيتك ايه بقول لحضرتك ده مش مبرر للمدرس حضرتك انه هو يعني يتشبط انه في الراتب نفسه يعني ده مش مبرر انه هو يدي دروس خصوصية لأي طالب النهاردة حلقتنا حج محمد مش عشان الدروس الخصوصية النهاردة انا مدرس عندي شكوة تمام بقول لك انا بقبض 1400 جنيه مش مكفين انت شايف 1400 جنيه دول يقوموا اسرة او يعني يقوموا بيت يا دكتور انا طلعت من المدرسة حضرتك بسبب الدروس الخصوصية يعني انا عشان مدرس مهند ماخدش دروس خصوصية انا اطلعت غير مفتيري نهائيا من التعليم يعني انا طلعت كنت بطلع الاول على المدرسة الاول على المدرسة عشان الدرس الخصوصية ده وانا م下次 بغضو عند المدرس انا طلعني من المدرسة نهائيا يعني معنا كده المدرس على التفوق على ده كله بسبب الدرس الخصوصي ما بكملش تعليم حج محمد حج محمد أنا بشكر حضرتك وأنا شايف أن برضو الحلقة كان عنوانا المدرس يعني والطالب بين الظالم والمظلوم في بعض الناس بيتطئموا بعد المدرسين بيقولك تم هو النهاردة عنده سنتر وعنده دروس وبيعمل فلوس كتير ولسه عمك الحج محمد بيقول لي بيعد المدرسين كرهوني في الحياة وكرهوني في التعليم بسبب أنه برضو في بعض الناس بتضغط بطريقة معينة وأكيد دي قاعدة شازة مش هنعممها عندنا في ناس مدرسين محترمين وتربويين محترمين تلفوناتنا موجودة عزيزي مشاركات أكتر عشان نسمع راقه هل المدرس بين الظالم والمظلوم هل النهاردة وليه الأمر اللي بيعاني والمدرس النهاردة اللي بيعاني والمدرسين اللي مش متثبتين الأستاذ محمود برحب بحضرتك من إيه نفندم من طنطة من طنطة أحسن ناس طنطة أكيد سمعت التقرير وسمعت شكوة المدرسين بعض المدرسين بقالهم ست سنين شغالين وما تسبتوش وبياخدوا ناتب 1400 جنيه انت شايف ايه بعد التقرير اللي انت حضرتك سمعته والله أنا شايف باشا المدرسين برضو كده كده وبيطلع الساعة اثنين بيبى برضو أكيد مثلا عنده حزة أرضة عنده أي شغلانة تانية يعني هو بعتمتش وبعدين 1400 جنيه هو بيمكن يكون مدرس ستة في البداية ده فيه مدرسين بتعدي وفيه أصلا أولئة أمور يعني احنا عاديين دلوقتي من شهر ثلاثة ما بمشتغلش كنت شغل في سياحة وما فيش شغل الديني وقف نازل من شهر ثلاثة ما دخلت الجنيه دلوقتي عادي ابن ازاي حتى هم بيتكلمهم بيقولك انه عايزين للطالب تلتمو الجنيه دلوقتي وانا عادي ثلاث عيال انت شايف النهاردة لو حبيت اسألك سؤال بصراحة لو مدرس محترم ومدرس كويس ومدرس عنده ضمير وبياخد 1400 جنيه شايف دوت عدل ولا ظلم بشكر حدركس محمد وبشكر تحياتي الاهل تنتا كلهم حوار مفتوح بين الظالم والمظلوم في ناس شايفة ان المدرسين لا ممكن ياخدوا قلم 1400 وكفي عليهم كده ما بيعملوا دريس كتير وبيقبادوا كتير ومنهم اللي عنده ارض ومنهم اللي عنده كذا وفي ناس شايفة بعض المدرسين اصبع عندهم غنى مرة واحدة يعني في بعض الناس قالتلك ان في بعض المدرسين اصبع عندهم سيارات واصبع عندهم ارض واصبع عندهم بيوت وابد دروس خاصة في ناس شايفة وفي ناس شايفة ان فيه مدرسين تعبنين مش قادرين يقوموا في الحياة الحياة بين يعني الجذب وبين الشد والجذب في بالنسبة للمدرس عليه خلاف كتير جدا احنا تلفوناتنا مازالت موجودة ولسه هنشارك ارائكم بنسمع منكم ويا ريت لو يدخل لنا اي مدرس ولا حاجة نسمع رأيه برضه على الكلام اللي بيحكى ناس كل واحد ليه رؤية وكل واحد رؤيته مختلفة عن الاخر الحلقة مهمة جدا وعاوزين نسمع عرقكم تلفوناتنا موجودة على الشاشة نرجو نسمع حضراتكم ونبقى فيه مدخلات احنا جاهزين واستقبال المكالمات علشان نبدأ نتناقش مع بعضنا ونشوف النهاردة المدرس بيشتك وليه الامر بيشتك الاستاذ محمد من الاسماعيلية براحب بحضرتك استاذ محمد براحب بحضرتك استاذ محمد ربنا خليك بحضرتك تحيات الاهل اسماعيلية كلهم ربنا خليك الناس المحترمة الناس المكفحين طبعا الاهل اسماعيلية خيرهم على البلد بحالة اهل الكفاح وبلد الكفاح شايف شايف ايه حضرتك الشكوى اللي هي مطروحة دلوقتي على الساحة شايف بما لألف وربعمل جنيه بالنسبة للتعليم بالنسبة للمزاد السماية كفوش اي شيء حضرتك شغالية استاذ محمد زي محمد اللي قابل على دعب الله كن لنا على الله ربنا اديك الصح اتفضل يعني انا انا بقول لألف فاميك نظرة التعليم تزود شوية ونفضل قصة الدروس الخصوصية ونبدأ في التعليم الصحيح يعني احنا احنا تعلمنا الاول تعلمنا الاول في الكتاب اللي احنا من الكتاب دخلنا المدرسة كان عندنا ملمين بكل شيء بالنسبة للتعليم بتاعنا دخلنا على التعليم كان التعليم بتاعنا صح تماما ساعتك تماما اسمحان بسمعك اه احنا بنقول ايه احنا الالف وربعمية جنيه بالنسبة للمدرسة ديش مكافينه انت شايف النهاردة الف وربعمية بذل الظروف اللي احنا فيها كافه لا ساعتك يعني احنا تب شايف ايه الحل ايه الحل من وجهة نظرك انا بقول ان المدرسة تدعم شوية المدرسة تمام انا بشكر حضرتك حاج محمد وحابب انا مبسوط جدا ان نهاردة بدأت الناس لازم نشعر ببعض ولازم نحس ببعض ومش عاوزين نساوي كله ببعض يعني مش عاوزين النهاردة نساوي بواحد برضو في بعض الناس يعني شودات شوية في التعليم وبيعيدوا دروس كتير وعندهم فلوس وفي مدرس برضو يعني تعبان ده احنا عندنا النهاردة مدرسين كمان احنا عاوزين نسلط الدوع على الحتة دي المدرسات النهاردة المدرسين اللي هم في التقييل الحضانات موجودين برضو ما بيتعبهم انت النهاردة ده الواحد فينا ما بيستحمدش ابن ممكن شوية بيبقى تعبان منه من حركاته النهاردة المدرسة او المدرس ازاي النهاردة بيستحمل في مجال التربية ياريت نسمع منكم والله يا اخواننا اللي ارقامنا موجودة ونسمع من حضراتكم ونشارك بعضنا في الرائش لان الموضوع مهم جدا المدرس النهاردة بيعاني المدرس النهاردة بيشتكي وليه الامر هو اللي بيشتكي والطالب ما بين وليه الامر وما بين المدرس والظروف والحياة وشكوى كبيرة جدا واحنا النهاردة عاملين بنسمع عراق بعض في ناس معارضة في ناس شايفة ان يرفع شوية الراتب وفي ناس بيقولك كفاية عليهم كده يعني الدنيا مختلفة الاستاذ محمد عاطف من كفر الشيخ مدرس برحب بحضرتك استاذ محمد برحب بحضرتك محمد اولا انا بقد تحياتي لكل مدرس وتحياتي لكفر الشيخ طبعا اهل القرى ملجود وخاصة ان انا كلية كمان كفر الشيخ حابب حضرتك مدرس شايف ايه انا شايف كده يعني انا شايف حضرتك ان احنا عندنا طبعا ثلاث حاجات ادسية نازم نتكلم فيها اولا طبعا رات المعلم الهزيل طبعا تمام تمام ما ينفعش انا يعني راجل راجب اصره وعندي اولاد وباخد الفين جنيه بعد اربعتاشر سنة تمام اصرف انا عليهم ازاي وانا بصرف مثلا الاسبوع بالوقتي يعني المرتبة بيروح نصه فواتير طب يا استاذ محمد ما انا عندي رأي تاني مقابل لحضرتك مضاد لحضرتك بيقولك تم انت والله بتدي دروس في سناتر وبتدي دروس خصوصية والالفين جنيه دول بالنسبة لك ولا اي قيمة خالص سمحني انا عايز انا بتتناقش مع حضرتك لان احنا النهاردة يعني بنسمع بعض بصوت عالي شوي اتفضل ياريت ما كان في شبكة بس يا استاذ محمد انا مواطف تلفزيون تمام اتفضل حضرتك اوان عشرة في المية اللي يعتبروا شغالين دروس باعداد كبيرة جدا الباقي التسعين في المية شغالين باعداد بسيطة ممكن يبقى عيلين تالو اه بنشكر الاستاذ محمد ونطلب منه عودة الاتصال مرة تانية في عطلة عنده في الشبكة مش من عندنا احنا الحمد لله تمام اه بنسمع بعضنا النهاردة كان نفسي برضو يعني انا نفسي ان يبقى في مشاركات شواء من المدارسين عشان نسمع منهم النهاردة انتوا شايفين مختلفة اول مرة بنطرح موضوع اخوان احنا اتكلمنا على موضوع الفلاح اه اتكلمنا على واجعة الفلاح نهاردة احنا بنتكلم عن واجعة المدارس فانهاردة المدارسين بيتكلموا بقول لك والله احنا بنشتكي احنا بنشتكي با 14 سنة موجود وباخد 2000 جنيه يكفوا مين انتوا سمعين سمعين حضراتكو واحنا بنشارك بعضنا ياريت ان الناس بس تشارك معنا وياريت يدخل معنا مدارسين اه يشاركوا الرأي وعشان نهاردة الاستاذة سنة برحب بحضرتك ديروت ديروت الو ديروت اهل السعيد برحب بحضرتك حضرك شغالة يا فندم انا صغيرة بتبايتك شرفنا بحضرتك حضرتك بعد طرح القضية دات المدارسين شايفة ايه فندم انا شايفة المدارس يا استاذ عامز زايد عن حد ومعطار يعني الزمان كانت تعليم اه ان المدارس كان مش يحف الفصل عيانين ثلاثة منحصة هم اللي مكانوش من افهم وكان ياخد دروسه خفصية لكن دلوقت بيجي في الفصل وكله بياخد دروسه خفصية طيب انت شايفة مشكلة ان الطلبة كلهم بياخدوا دروس خفصية شايفة ان دي مشكلة وليه الامر نفسه ولا عدم كفاءة الطالب لا عدم كفاءة المدرس نفسه في الحسة انه هو مش مجد طالب كفاءة في الحسة ممكن نظرا للأعداد مثلا الكبيرة اللي موجودة عندنا في المدارس والطلاب مش مركزين شوية ما احنا برضو كانوا كده برضو هكونا كده برضو وتعلمنا كده طيب لو حابب اسأل حضرتك سؤال انت شايفة 1400 جنيه الراتب الشهر بتاع المدرس كافين لا هو مش كافد الوقت بالنسبة لان هو ولف ان هو ياخد في كل يوم 1800 جنيه دي العمات بس ازاي هو يكفي شهر كله هو ولف ياخده في كل يوم بشكر حضرتك مدام سناء اهل ديروت اهل السعيد بشكر حضرتك احنا مازلنا بنسمع راح ادركوا ما بين قضية المدرس في ناس مؤيدة للمدرس وناس اه معارضة بتقولك والله هو كفاية عليه الدروس الخصوصية وكفاية عليه النهاردة كل الطلاب بياخدوا دروس وهو النهاردة بيتحصل على راتب كويس بعيدة عن الراتب الاصلي وانا عندي شكوى النهاردة اساسية حابب اوجهها النهاردة للسيد وزير التربية والتعليم انا عندي مدرسين من 2014 اه لسه لحد دوقتي ما تثبتوش بيشتكوا بقالهم ست سنين النهاردة شغالين النهاردة بيشتكوا بقولك انا عايزة تثبت النهاردة في المدرسة عندي عشان النهاردة يشعر بالطمأنينة هو بقولك انا بقى ادي دور خدمة وطنية النهاردة بقف عايزة اسمع راح ادركوا تلفوناتنا موجودة على الشاشة الاستاذ طارق من الجيزة اه طارق محمد من الجيزة استاذ طارق محمد برحب بحضرتك يا سلام بيك دكتور مدرس يا فاندن المدرس لغة عربية برحب بحضرك او استاذ محمد الله يخليك يا فاندن مدرس لغة عربية برحب بحضرتك اه سلام بيك هكيد حضرك سمعت شكوى زميلك المدرسين من فشايف ايه بالزبط طبعا هي الناس بس مشكلتها ان يعني محمينة على المدرس شوية والمدرس عندنا عشان بس ناس تفهم مش عايز اقولك سبعين في المئة من المدرسين ببدوش دروس لان اغلبيتهم بيبقى خاصائيين في مدرسة او مدرس اه تردها فنية او حاجة زي كده يعني مش كل المدرسين بيدوا بيدوا دروس خلصية تمام دلي حاجة هو المدرس النهاردة يعني النهاردة انا المدرس اللي بطلع اللي الضابط والدكتور والمهندس هل ما احترام الشخص للناس اللي بس تتكلم هو راتب الف وربعمائة جنيه و الف وخمسو مائة جنيه ده هو تيوكل عش? يعني اللي بيخرج من عندي سواء هو فني في الكهربا بيشتغل في الكهربا ولا في البترول ولا في المية او راتب ليه تلات تلاف ونص واربعة تلاف يبقى ازاي انا بطلع العام اللي بشترى البربعة تلاف ااخد الف ونص في الاخر تمام يعني هل دي هو يحقل مثلا انا حاجة ناس اللي بتتكلم بتقولك ان دلوقتي الحالة المادية انا لو انا من الوجهة ناظري ان انا لو ضبط حال المدرس من مرتبه وكل حاجة في الاخرى هيعود على وليل الامر ازاي حضرتك ان انا النهاردة لو المدرس ما احترام الشخص للناس كلها والمستمعين زبال لو انا عندي ثلاث اولاد وفي الاخر بد ولادي كل واحد خمسمائة جنيه درس في ثلاثة بألف ونص طب ما انا لو ضبطت المدرس ان شاء الله بإذننا تعالى هوفر الالف ونص هيعود على مين؟ على رب الاسرة يعني انا لو حبيد اسألك سؤالة اسم محمد صريح تجاوبني بصراحة يعني دلوقتي المدرس بيعود العجز بالنسبة للراتب في الطالب سؤال صريح سؤال صريح هل النهاردة هو بيعود يا استاذ محمد هل النهاردة المدرس انا مش ضدك ولا معاك احنا دي قضية بنترحها قضية عامة هل النهاردة المدرس لنقص الراتب بتاعه النهاردة بيعوده من الطالب ومن وليه الامر حدك الدروس الخصوصية اتمنعت والسنات الكلات قافلت لا انا سؤالي سؤالي يا استاذ محمد سؤالي لحضرتك النهاردة المدرس رد بقليل فبيعود الراتب القليل دوت من الدروس الخاصة هل النهاردة هو بيستخدمه كسلاح مع الطلبة علشان يقدر يعود النقص النهاردة بالنسبة للراتب بتاعه مفيش مدرس بيستغل السلطة بتاعته في الطالب ابدا ان في الاخر هو بيعمل ربنا احنا بنعمل ربنا لان الطالب دوت في مسؤوليتنا في رابتنا طيب شايف ايه الحل يا استاذ محمد والله ازاي بوص حدك يعني احنا نفسنا ان الدولة تبص لنا يعني دوت الدولة تبص لنا هل الراتب يعني اقل مرتب الحدك انا يعني معلش محترم الشخص المينة الجماعة الاخوة الافاضل اللي هو افتوع مجلس المحل اللي بينطفه بالشوارع فمرتباتهم بقيت النهاردة الفين ونص وثلاثة طب انا بنطف عقول بنطف عقول هو دي المرتب اللي انا اخده تمام بشكرك اوستاذ محمد اكيد النهاردة حينا بنسمع بعضنا وقضية خلافية جدا بين الظالم والمظلوم وليه الامر اللي مظلوم ولا ظالم ولا الطالب هو اللي مظلوم ولا ظالم ولا المدرس هو اللي مظلوم ولا ظالم المدرس بيطرح قضية بسيطة جدا على السادة المشاهدين بيقولك اديني راتب كويس وانا بطل دروس وحاسبني والنهاردة وليه الامر بيقولك انا فلوسي كلها ضيع على المدرسين مين الظالم ومين المظلوم عايزين نسمع عراق حضراتكم ارقامنا موجودة على الشاشة ويا ريت لو كمان مدرسين تانين يدخلونا ونسمع عراق مولاء امور ويا ريت نسمع النهاردة ونحكي مع بعضنا عشان الموضوع النهاردة مهم جدا ومحتاجين نطرح الامر ده كقضية عامة معانا بنحكي فيها احنا بلد الحمد لله الحريات وبنتكلم مع بعضنا وبنسمع بعضنا بصوت عالي عشان نعرف نقدر نحط ايدينا بالزبط العجز فين عايزين نعرف بالزبط الاستاذ طارق برحب بحضرتك اي فاندم استاذ طارق برحب بحضرتك اي فاندم اتشغال يا فاندم منت حضرتك يا فاندم انا كنت عايز حضرتك شغال مدارس ايه يا فاندم مدارس ايه انا مدارس محاسبة محاسبة حضرتك منين يا فاندم انا من الجيزة اتشرفت بحضرتك اتفضل انا من قدرت العمرانية وعندنا نفس مشكلة العقود والسندية الخاصة يا فاندم تمام احنا بس بنتكلم ان احنا هنا المرتبات بتاعتنا وصلت الفين وربمائة جنيه فعلا في حين ان الناس دميلنا اللي هما سندية خاصة ادارة اوثيم مازالوا على نفس الراتل القديم اللي هو الف وربعمائة تمام يعني احنا احنا كنا معاهم في نفس الشاكوى وكنا معاهم في نفس الورق وكنا معاهم في كل الخطوات اللي كانوا بتتفزوها علشان تعديل الهاتف وتعديل اوضاعهم من التعيين تمام في حين ان احنا عندنا ممكن الادارة تكون عندنا استجابة وادرس لنا ان هو اعمى تعيي الناس لسه بس ان شاء الله في خطوات التعيين لكن استيجروز تتعديل الهاتف طيب المشكلة دي او استاذ محمد حتى الان الاضارة معاهم لم تتخذ اي موصف في تعديل الهاتف بتاعهم استاذ محمد المشكلة دي بالزبط المشكلة بالزبط دي فين يا استاذ محمد استاذ محمد المشكلة دي بالزبط فين يعني ليه النهاردة انت تعديل وهم فعلا شتاكوا من authority بقولك غيرنا من زمائيلنا تم تعديل الهاتف بتاعهم واربعتاشر ولكن العقوبات بتيجي على العشرين عشرين يعني هو النهاردة ما بيجي يجازأ أو يعاقب بالسنة الحديثة ولكن قبضوا مازال متأخر لحد الوقت وثابت على الفين واربعتاشر لهم الالف وربعمائة جنيه المشكلة دي حلها فين الحل عند مين والله يا فنن احنا اوراقنا كانت ماشية مع ادارة اوسيم والسنادية الخاصة اللي هم في ادارة اوسيم كانت خطوة خاصة يمكن تكون الادارة التعليمية اللي تابعة لنا يمكن تكون بحركة اسرع او خدوا خطوات اسرع فقدروا حقولنا اللي هو ان الراتب بتاعنا يزيد المبلغ ده لكن الناس بتوعنا في او زميلنا اللي هم اصدقاء لنا يعتبروا وكانوا معانا في نفس الشاك ومن الفين واربعتاشر ما زالوا في ادارة اوسيم على نفس الراتب احنا بس احنا عارينا من الف وربعمائة عشان كده انا عارف وعارف هم بيعانوا الزيان للناس يوراها بيوت ووراها اولاد ووراها ساكن ووراها حاجات كتير جدا ومش كل الناس اللي هي سنديل خاصة شغالين دروس فصية بالعكس فيها خاصائيين اجتماعيين وفي ناس شغالين مواد ما ينفعش انهم اشتغلوا بها دروس فصية انا بشكر اقول لك ايه كان في زميلنا انا عافل كل لغة انهم يشتغلوا ويشتغلوا على سوكتك عشان يقدر يكمل مطاريب بيته وينجل يشتغل في مطعم بعد الظهر انا بشكر حضرتك على مداخلتك واكيد الرؤية توضحت اكتر النهاردة في ناس شغالة على السنديل خاصة بياخدوا 1400 جنيه راتب ولسه ما تسبتش لحد دلوقتي يعني 1400 جنيه هو بيقول لك انا شغال من 2014 وبقدم دور خدم وبقدم دور خدمة يعني انا النهاردة بقدم دور خدمة النهاردة احنا سمعنا حلقة قوية جدا عن المدرس مين الظالم والمظلوم المدرس بيعاني بيقولك النهاردة انا بعاني في حياتي النهاردة انا تعبان المدرسين اللي على السنديل خاصة ادارة أوسيم التعليمية ادارة أوسيم النهاردة ادارة أوسيم ما زي ادارة العمرانية ما حلت المشكلة دي والنهاردة راتب المدرسين وصل الى 2400 ما تسعى النهاردة وتحل المشكلة دي انت عطلال ليه ايه اللي معطالك ايه اللي مكسلك النهاردة فخامة رئيس الدولة صلت الدوع على المدرس واهمية دور المدرس والاهتمام بالمدرس انت ايه اللي معطالك ايا كل حاجة هيعملها رئيس الدولة ما لازم كل واحد فينا اخواننا يقوم بدوره لازم كل واحد فينا النهاردة يقوم بدوره النهاردة احنا حكينا مع بعض واقتربنا من نهاية الحلقة اتكلمنا عن المدرس واتكلمنا عن وجيعة المدرس بين الظالم والمظلوم هل وليه الامر هو اللي ظالم ولا مظلوم وليه الامر مظلوم المدرس النهاردة اللي باخد 1400 جنيه ظالم ولا مظلوم هو اللي مظلوم اما المين الظالم المسؤول اللي قاعد في التكيف ومش عارف يحل مشاكل الناس شكرا فانتظروني في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته